بالطبع العديد من المحاور والملفات التي تتم يوميا في فعليات هذه القمة التي تعقد في مدينة شرم الشيخ حتى 17 من نوفمبر الجاري والحدث الأبرز هو قمة إنقاذ كوكب الأرض أو قمة التنفيذ كما يطلق عليها من مدينة السلام لتحتحول الاتفاقات والالتزامات الدولية المختلفة لعهود وخطوات ملزمة على الأرض تواجه التدعيات والتغيرات المناخية التي بات العالم بلا استثناء يأنه تحتوط أطيها متواصلون معكم ونتابع بالطبع هذه الفعليات هذا اليوم المخصص لإزالة الكربون وهو أحد الأيام الموضوعة التي أدرجتها رئاسة مؤتمر المناخ المصرية ضمن فعليات المؤتمر لمناقشة تحديات إزالة ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الأرض ووضع حلول ناجزة للحد من تواجده في الغلاف الجوي للأرض إما بإدخاله في صناعات أو تغزينه تحت الماء أو حتى المتاجر به في أسواق الكربون قال المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كاري إن قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ ولابد أن نواجه سويا هذا التحدي كما ينبغي علينا العمل المشترك لتخفيف أسار حرق الوقود الأحفوري وضف كاري كذلك أن الدول العشرين الكبرى في العالم هي المسؤولة عن 80% من الانبعاثات وكذلك يمكنها تغيير ذلك من خلال افتتاح فعليات يوم إزالة الكربون في إطار قمة الأمم المتحدة كوب 27 للمناخ أكد كاري كذلك أنه يتوجب علينا في قمة شرم الشيخ اتخاذ قرارات لمواجهة تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض ولابد من استخدام تكنولوجيا جديدة لتطبيق استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ويمكن لدول العالم أن تركز على إزالة الكربون وكذلك كزيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة